الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة مدرب معتمد بالجماعية الدولية للتصوير الرقمي برلين عضوى الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك من الوضع اللي احنا فيه ده وضع استثنائي في العالم كله لا يحتمل الاستهتار ولا يحتمل التهويل القاعدة الطبية لو انهار خط الدفاع الطبي هتنهار المنظمة الطبية هتحصل كاملا الدكاترة نفسها اللي بتواجه كورونا في المستشفى واخدك كل حرصها بتتعدي فيه منها جزء بتعدي ولا لا هل فجأة هم تأياد يعني ما يقومش بواج بقول لا لا خلاص احنا بنروح وبنتعدي مش هنعمل كده لو انت دخلت على وسائل التواصل الاجتماعي هتلاقي فاتي كتير جدا فجأة دكاترة تقول ده إيه ربورن إيه ربورن ده يعني بيتنقل بالهوى فجأة دكتور يبقى دكتور محترم وتالي يقول لك ده الفيروس إيه ربورن حقيقة انت قررت ازاي ان هو إيه ربورن تعرف الاول يعني إيه ربورن ولا مش عارف الدكتور اللي تالها قال كده وعمل حالة فزع وسط الناس انا اقر وبشدة ان شغل لطب الاسنان من اكتر الحاجات اللي فيها عرضة لنقل العدو حقيقة الحالة الامرجنسي دي اللي انت كتيب لها فولترين حقا لمدة عشرين يوم احتمالية ان يجي لها فشل كلوي اكبر بكتير من احتمالية ان انت تعالجها وما يجي لهاش كروي فيه ناس بيبقى رايحة تعمل زراعة زراعة السنان وخايفة تعمل للزراعة خوفا من انه منعتهم تقل هياخدوا مضاد دحاية ويأخر موضوع الزراعة ايه رأيك في الستيويشن بص احنا متفقين ان احنا دلوقتي في مرحلة الاكتر الحالات اللي ما تستناش هي حالات التطور تمام طيب امتة امتة هزرع لو هي من ضمن حالات التطور يعني حد جاي بدرس لازم يتخلع يتكسر وعمل له فين رهيب ده كده هيجي يخلع ويزرع مهو مدام عملنا الاجراء يبقى عامله اخش وزرع عادي لو احنا اخدين كل الاحتياطات بتاعتنا اللي نحمي بيها نفسنا ونحمي بيها الحالة هنشتغل عادي ان ده كترة اللي بتكفح المرض في بيئة معزولة واخد كل احتياطاته وارد ان يتعدي احنا بنتكلم ان كل دكتور ياخد احتياطاته على قد ما يقدر ويشتغل الحالات الامرجنسي على قد ما يقدر والحالات اللي ينفعها تتأجل تتأجل الحالات الامرجنسي لازم نشتغلها لكن في الاخر كل ده ده احتياط والحذر لا يمنع قدر عشان نبقى متفقين خلينا نبقى واضحين احنا في وضع زي ما قلنا تاني بعيد واستثنائي هنتعامل معاه وخنا نبقى الحذر لا يمنع قدر هناخد احتياطاتنا بالضبط هناخد احتياطاتنا وحنحاول لكن وارد وارد انت على فكرة مش شرط تبقى في العادة ويجيلك بعدوى انت ممكن وانت ماشي في الشارع اي خطأ ما انت في سايكل انت ترسى عملت لف كل يوم لان العالم مش مقفول العالم مش قاعد الناس مش عم مش معمولها حظر كلي وقعدها في بيوتها اربعتاشر يوم ما بتشوفش حد لا الناس بتحتك فوارد وعشان كده حتى فوزت الاحتياطات دي وفي دولة زي امريكا نشوف الاعداد قديه فوزت كل الاحتياطات هدي الاعداد بتزيد والموضوع بينتشر فاحنا دلوقتي فعلا في مرحلة التعايش مع الفيروس ناخد احتياطاتنا بس نقوم بوجدنا ده مهم جدا عيان بيجي عنده مشكلة قلم شديدة جدا يعني عنده انتهاب في العصر وجاي برضه رجلة ودي وطبعا انت قلت جملة في ناس بتمشي على مسكنات بس المسكنات دي قد تحدث فعلا قرحة في المادة او فشل كلاوي اه طبعا فنقف قدام علاج العصب شوك لا هو دلوقتي احنا عندنا ميزة الحمد لله واصلا كده كده علاج العصب من الحاجات اللي منصوص عليها كاميرجنسي يعني لازم تتعمل عشان ما يفدرش ياخد مسكنات كتير تأثر على صحته وعايز اقولك ان المسكنات ما بتأثر على المناعة طبعا واحنا اصلا محتاجين المناعة بتاعيتنا ترتفع فانا مش افضل اتديره بقى في مسكنات وتعيبه واقلل من مناعته لأ هو يجي دلوقتي ميزة علاج العصب مع الاجهزة الحديثة اللي موجودة الميكروسكوب الجراحي مع الفايل زفائقة المرونة مع الغلق المحكم ثلاثي الابعاد مع طرق التطهير فممكن يتعمل بالنسبة 90% في جلسة واحدة يعني اللي بيحتاج جلستين الحالة اللي فيها دي حالاته بتعمل في مرتين يعني في الاخر ما بقى ازاي بقى زمان شهر ورايح جاي هي بنسبة 90% الحالات بتتعمل في جلسة واحدة بالاجهزة الحديثة هيروح للدكتور هيعالج له العصب ويقفله برضو مع الاحتياطات ان الدكتور واخد كل احتياطاته لحماية نفسه ولحماية الحالة انما دلوقتي علاج العصب من الحاجات السهلة جدا اللي نسبة نجاح عالية جدا وبدون يعني ومجودة اقل وفاقة قولاي القوي يعني ما بتحتاجش زيارات متعددة في ستيواشن معينة او في مواقف طبية معينة هحكي لك عليها يعني بتجي لنا بنشوفها بنسمع عنها مريض بيقول انه عمل حشو عصب والتربوش اللي تركبله وقع خلو يعمل ايه وليه اللي حصل يعيب تاني الحشو لا هو لو التربوش النهاردة وقع وراح للدكتور لو التربوش ده معي وقع يعني اللازق بتاعه تفك لو التربوش معي يروح للدكتور يلزقه لانه هو لو ما لزقهوش علاج العصب الناس بتتخيل انه هو مدام انا قفلت العصب خلاص تمام العصب ليه اتنين سيل او اتنين احكام للاغلاق يعني من ناحية الجدور وكرونال يعني من فوق كورونال ده لو انت سبت السنة معرضة ومفتوحة البكتيريا ممكن تخترق الجزء العلوي ده وتخشه بواصلك علاج العصب فما ينفعش ان انا الكراون بتاعي يتفك واسيبه وكده انا ممكن اهدد علاج العصب اللي انا عمله اروح على الزقور كراون الكسر اروح اعمله النهار ده في حاجة اسمها جهاز السرك جهاز السرك ده هكي بتروح عند الدكتور بيصور لك الدرس وممكن تقعد معاه ساعة او ساعة ونص وتستلمه انت قاعد في نفس الجلسة برضو التكنولوجيا الحديثة سهلة تخلت زيارتك اقلب كتير مش هتروح اكتر من زيارة هتخلص زيارتك في جلسة واحدة متبقاش رايح جاي وخش بقى في اجراءات اكبر بكتير بدلا ما قدت هعمل كراون في جلسة هعمل راجعة اصف في جلسة او اتنين وبعد كده هعمل كراون في جلسة تانية فزدت بقى التلق جلسات هلوح لهولو دي سمايل هولو دي سمايل الان كيف موقعها هل الاسم اختفى نسبيا انت كنت ما بتحبش الاسم ده هولو دي سمايل لما يجي واحد يقول لي ايه دايما كده جيلي سؤال كده على السوشيال ميديا هو دكتور هولو دي سمايل بكامل اعرف على طول ان ده مش عارف حاجة هولو دي سمايل دي مش جزمة وبدلة رايح تشتريه هولو دي سمايل ده اجراء اجراء عشان احصل على ابتسامة مثالية تمام الاجراء ده مين اللي بيحدده دكتور التجميل حاجة بدرولي دكتور التجميل الاسنان بيبص عليك بيعمل لك سمايل اناليسيس تحليل ابتسامتك وبقى كده بيعمل ديزاين يقولك بقى انت محتاج ايه ممكن تكون محتاج تقويم بقى عندك هولو دي سمايل ممكن تكون محتاج جمري كنتور محتاج نحط تجميلة للسم محتاج طبيض ممكن تكون مش محتاج حاجة ممكن تكون محتاج فينير ممكن تكون محتاج كراون اي حاجة يعني في الاخر هولو دي سمايل مش معناها فينير او كراون او تركبات هولو دي سمايل معناها ان انا عايز احصل على ابتسامة مثالية ليه علي الابتسام المثالات دي هاوصلها ازاي؟ بيقرر دكتور التجميل انسى بطريق اوصلها فما فاش تقوله للدكتور هي هولود اسمال بكام؟ وهو تقوله تقوله انا عايز اعمل تجميل فيقولك هنعملك واحد اتنين ثلاثة ساعدت تقوله واحد اتنين ثلاثة ده بكام؟ عشان ده بس الخلط الخطة العلاجية كلمة انت يعني لك دور كبير جدا في نشرها بالنسبة لوعي المواطن العربي هل ترى الناس بدأت تفهم بالخطة العلاجية؟ طبعا طبعا لا ده دلوقتي الناس بقت فهمه وولك موكب هتعمل لي موكب هشوف شكل سناني نسبة هتعمل لي تحليل الابتسامة والديزاين هيبقى شكله ايه؟ عايز شوف الديزاين كده ثري دي واتناقش معاك في الخطة يعني الناس خلاص بقوا فاهمين ان الاجراء ليه ابعاد وليه مراحل لازم يمر بيها ولو ممرش بيها هيبدأ يشك يعني لما ممرش بالاجراءات اللي احنا قلنا عليها اللي هو هي تعمله وتعمله وموكب علشان نشوف السنان لايقى عليه وماشية معاه والفوناتكس وحاجات ابعاد كتير قوي وفريق طب كبير بيراجع فيها علشان نوصل لان احنا لو هنعمل بقى اللي هو تجميل مثلا كتركبات او بنير لا دي مراحل بتتراجع كذا مرة الموضوع يبدو من برا ان هو سهل بالنسبة للحالة لان احنا فعلا بنسهله جدا على الحالة لكن الدكاترة اللي بتقوم بيه اللي هم ورا الكواليس لا بيبذلوا مجهود غير عادي علشان يطلعوا النتيجة دي من غير ما انت تحس بقى عل مجهود انت انت تحسه المتابعة فيه اماكن مهينة واكيد بتوصلك الحاجات دي متهمة بان المتابعة فيها مش بقدر البداية البداية مع المريض جيدة لكن يتسبع على كده المريض يتابعوا ناس مش هما اللي عاملوا له الحالة مش الهد لا المتابعة هو الدكتور انا دايما مثلا ايه التجميل الاجراء التجميل اللي تم من المستر بتاعه لو كانت تركيبات اشرا او بنير يبقى المستر بتاع دكتور التركيبات لازم الكيس كل فترة بتروح تتابع مع دكتور التركيبات يتابع الحالة بتاعتها ويشوف هي محتاجة فلو او بتعمل ايه الاجراءات اللي ممكن تحافز بها عليها ده على طول لو هي عاملة تقويم يبقى لازم برضو فيه متابعة مع دكتور التقويم لو عاملة علاج لسه يبقى لازم كل فترة فيه متابعة مع دكتور علاج لسه حسب الاجراء اللي تم ليه مايسترو مايسترو ده هو اللي بيبدأ يتابع مع الحالة المتابعة اذا شيء مهم جدا طبعا طبعا سياء هو انت ينفع النهاردة تمشي بعربيتك من غير سيانة انت شارع عربية زيرو اغلى عربية في العالم هتمشي بها من غير سيانة شناء عربية جامدة جدا لازم بتعملها السيانة بتاعتك اي مكان الاجراء اللي انت عملته ولو ما عملتش اجراء فانت فيه سيانة لا اسنانك اللي هو ازالة الجير مرة كل ستة شهور ولو عملت تجميل من اي نوع واي اجراء من اي نوع ليه سيانة اللي هو متابعة مع الدكتور اللي عمله دي السيانة دي دي حاجة يعني مصد او بديهية التكنولوجيا كلمة يعني فيه فرقين لا فيه ثلاث فرق فيه ناس تعاملت مع التكنولوجيا التعامل الايدل وانا هسيبك تشرح التعامل الايدل هو ايه طمام وفيه ناس تانية كانت انت تكنولوجيا فبالتالي اول حتى ما التكنولوجيا ظهرت بعض العيوب ظهرت اصوات الناس دي والتي شفتوا ادي الشكل وبيقولوا كانت هي اللي مكسرة الدنيا ومطلعة لحاجات ارتفيشية نسبيا في حتة معينة طمام وفيه ناس تانية كانت وز التكنولوجيا لدرجة انها كانت بتتفاقر تقولك انا مكاني فيه الجهاز ده فانا الاول طمام الحتة دي واضحة اشرحها ليه رقم واحد التكنولوجيا او الاجهزة الحديثة عليها استخدمات لو انا استخدمتها بعيد عن الانديكيشن او الاغراض بتاعتها مش هاخصل للنتيجة ولو اللي استخدمها دكتور غير كفء وغير مدرب عليها برضو هاخد نتاج مستليم هناخد مثلا الاشعة سلسية ابعاد الاشعة سلسية ابعاد هي من احسن ادوات التشخيص في العالم بالنسبة للأسنان لانها بتديك كل المعلومات ان انت محتاجة عن العظم وعن الجدور وعن حالة الاسنان وحالة الاربطاء كل اللي انت محتاجه عن الفك بتبقى مسكه في ايدك فانت معاك معلومات كاملة تمام؟ طيب لو اللي ارى الاشعة دي مش دارسها هيدينا معلومات غلط يعني احنا قتلنا حالة دكتور قيل لها ان في عندها سيست في الفك العلوي هو بيشاور على ايه؟ كيس سيست كيس هو بيشاور على الانسايزف فورمين بيشاور على مدخل عصب فهو معرفش يقرأ فقول لها انت هيدخلها تعمل عملية في حاجة اصلا نورمال في حاجة ما عندهاش حاجة فهنا مين اللي ارى؟ لازم حاجة جهاز زي ده ارايته مستهلة فلازم اللي يقرأ يكون دكتور متخصص في ارايته او درسه كويس فممكن دكتور يقرأ صح فيدي نتائج صح ودكتور تاني يقرأ الاشعار السلطة ابعاد غلط فيدي نتائج وابعاد مختلفة خالص نيجي مثلا الجهاز الجهاز اللي هو الكات كام اجهزة تصنيع التركيبات بالكمبيوتر دي اجهزة برسايز جدا بتصور الاسنان وبتعمل ديزاين وبتصنعه بطريقة فت جدا بس انا معيها في التركيبات الكراونز بتاعة اللي عملت علاج عصب عندك درس مكسورة عندك سنة مكسورة ممكن اعمله لكن كتجميل للاسنان الامامية علشان اعمل حاجة شكلها طبيعي لا انا بميلي الهند ميد ما اشتغلش بداه مع ان هو جهاز عظيم جدا بس مهما عالي تكفقته وبيطلع منه نتائج عالية جدا بس انا لارضة غير اعلى نتائج اعلى نتائج من الهند ميد فانا بشتغل التجميل الاسنان الامامية هند ميد بستفيد منه زي ما قلتلك في حالات زي ناس عامل علاج عصب وجاية اعمل كراون هعملوله في جالسة واقعة وفيت وبريسايز وفيه كل الفانكشن كويسة ممتازة مية في المية العضة ممتازة مية في المية سرعة واداء كل حاجة لكن اجي في التجميل اقول لا انا ما عملوش في التجميل اقيس بقى على كده كل الاجهزة الحديثة اشتركوا في القناة